لكي لا تتعطر الأعمال طيب تعريف مفهوم سيادة حكم الغانون يعني هات تعريف مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضالية طيب نمسك التشريعية أول طيب المبدأ بتاع الفصل بين السلطات زي ما قلت مبدأ مهم وعلى ما أعتقد أنه أرسية يعني من فترة سابقة في أرساء عالم مشهور في كتاب روح الغوانين والمبدأ يعني الغرض الأساسي منه طبعا الدولة فيها سلطات سلطة تنفيذية سلطة تشريعية سلطة غضائية وأي سلطة عندها دور منطبه والغيام بيو السلطة الغضائية اللي هي المحاكم الناس تجد كلها أمام الغضاء سواسية ويتم الفصل في النزاعات كذلك السلطة التشريعية دورة أنه تسنى الغوانين وتراغب تكون مراغب على السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية هي إدارة مهام الدولة سواء كان وزارات سواء كان مؤسسات سواء كان هيئات كل ذلك بيكون في سلطة التنفيذية المبدأ ده بحصن السلطات من أنه يحصل تنازع أو تغول من سلطة على الأخرى ودائماً ده بيحصل لما نكون في حالة غياب محكمة دستورية في حالة مجلس تشريعي في حالة انفراد بالسلطة من السلطة التنفيذية بنلقى أنه إذ غولت على السلطة الغضائية والسلطة التشريعية وبيكيد تكون هضمة من داخل ومعروف من السلطة التنفيذية إذن كلامك